730 مليون علبة تحملها رفوف الصيدليات بالجزائر 470 مليون منها مصنع محليا فتغطية الجزائر لحوالي 53% من احتياجاتها الوطنية من الادوية لم يأتي من العدم وإنما عن طريق برنامج مسطر يهدف لتشجيع الاستثمار وهو ما ظهر جليا من خلال مختلف وحدات الانتاج والمشاريع قيد الانجاز 175 وحدة لانتاج المواد الصيدلانية تتوزع عبر التراب الوطنية 92 منها مختصة في صناعة الادوية 354 مشروعا في طور الانجاز 74 مشروعا منها في مرحلة جد متقدمة من الانجاز أرقام جاءت جراء عديد التحفيزات التي منحتها الحكومة لكل من يتوجه للاستثمار في القطاع الصيدلانية فرصة لم يتردد العديد من المصنعين من اغتنامها خاصة ما تعلق بمنح العقار الصناعية 2008 جزائر كانت صنعت تقريبا 450 مليون دولار سنويا واليوم 10 سنوات من بعد رأنا نصنع زوج مليارات دولار يعني الصناعة الدوائية للقيمة التحى لمنتوج الوطني تضرب في ربعة استثمارات وأخرى دفعت بقدرات التصنيع في المجال الصيدلاني للارتفاع من 25% سنة 2008 إلى 65% سنة 2018 وذلك نتيجة عدة إجراءات تم اتخاذها أهمها إقاف استيراد الأدوية المصنعة محليا الأمر الذي دفع بتوفير 1 مليار دولار من فاتورة استيراد الأدوية بعد التطور الإيجابي لإنتاجها أخذت الأدوية الجنيسة في السنوات الأخيرة حيزا كبيرا من رفوف الصيدليات والوصفات الطبية ليستهلك المواطن الجزائري اليوم الدواء المصنع محليا تخوف طالة المستهلك الجزائري لينتهي به الأمر أمام تقبل الدواء الجنيسة باعتباره خادع لنفس المعايير العالمية الواجب اتباعها في صناعة الدواء الجنيس هو أصلي لأن المخبر يصرف كثير في البحث عندما يكتشف هذا البرنسيب أكتف يحمي كين أمور قانونية محمي من أمبغوذي ولا واحد ينتج ذلك ولا فوق ملتاعه ومخبّها واحده بعد ما سنوات بأسعار مرتفعة يعوض المصاريف ليصرفها في البحث بعد ما سنوات بأسعار مرتفعة سنوات بأسعار مرتفعة في البحث سنوات بأسعار مرحباً لا يمكننا أن نقول هذا البرنسيب أسعاره الآن لدينا المعارضة في البحث ليس كثيراً يأتي بأسعار مدفعة كثيراً يكون جدًاً لذلك يكون لأسعاره من المعارضة في البحث في البحث في بعض المعارضة يقولون أن هذا البرنسيب أسعاره لأنهم لا يوجد تكون صديقات في نفسهم ولكن بالحامد لله لدينا لدينا بأرقان ويوجد تكون صديقات الناسية ويحسن طريقة مهمة ويكون بعمل جيداً لإمكانك جميع المشاركات لأنها تحقيق مركزة في الآلجيرية يكون أكثر كمشاركات بعطيات ورغم إيجابيتها إلا أن عديد المشاكل يواجهها المستثمرون مما تجعلها بمتابة حجرة عثارة أمام المصنعين خاصة ما تعلق بالسعر المرجعي للأدوية ما دفع بالفاعلين في القطاع إلى المنادات بضرورة مراجعة سياسة تسعير الدواء التكاليف تحت الدواء اليوم نشوفه في الخمسة سنوات الأخيرة يعني العناصر التكلفة زادت يعني الديفاليوازيون تحت الدينار التضخم، الانفلاسيون يعني السعر تحت الأدوية قاعد هو هو كل شيء يح roaring! يجب في وتزراني يجب أن يكون لهاتي هل هذه المن lieutenantريقة؟ أرجمة المدادات ورقم التتحقية من التالي 위بالتطور للتحقيق على كيفية الفورendes علابة الغيورية لا تقوم بالفصل من تقوم بفصل الصعود الملتقى لذلك يترك في المغرب الأقصاد الموضوع المفصلية للحصول الطبيبين الفصلية والفصلية على قمط بالخريب بين المفصلات في ترجمة الموضوع 12% نسبة الخفاض سعر الأدوية بالجزائر مقارنة بالدول المجاورة والمتوسطية هو ما وصلت إليه نتائج دراسة قدمها الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة واقع لم ينكره القائمون على صندوق الضمان الاجتماعي لكن في الوقت نفسه يطرح التساؤل حول السعر الحقيقي للدواء كيف نقدر نتقبل به واحد بعد سعر تساؤل لما يجي واحد يشري عليهم يشري 1 كارتون ميديكاما يعطيه ديزونية غراتوية 3 كارتون يعني لما يهز باطة عدوية يعطيه 3 بايت مجان يعني ما هو السعر الحقيقي لو كان نعرف باللي كيمد 1 كارتون ويدي 2 ولا 3 كارتون باطل سوف يدير باللي في خالل بالنسبة للسعر وإلى كان ندومبينج يعني قاعدين نبيعوه بخسارة وهذه ما تقدرش نقبلوها ولا هم يقبلوها دونك هذا الثاني لازم نشوفوا هذا المنطق هذا باش يكونوا الأسعار ينديروا بصفة يعني ولا بصفة إيجابية نديروهم يعني بمنظمة 60% من ميزانيات الصيداليات العمومية مواجهة لعلاج السرطان هذا الأخير الذي أخذ حصة كبيرة من فاتورة الاستيراد قابله غياب لصناعة الأدوية الحيوية محليا في ظل عدم توفر المناخ الملائم خاصة وأنها تتطلب تقنيات جد متطورة لإنتاجها يدفع دوسمان ميزانيات الصيداليات العمومية يدفع دوسمانيات الصيداليات 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 العمومية قطاع يهدف لعلاج مشكلة الصحة ووفرة الأدوية في وقتها وبالجودة اللازمة ويطمح القائمون على بعثه لمواصلة التخفيف من فاتورة استيراد الأدوية التي تجاوزت الاثنين مليار دولار